سمعتوا عن حدا استلام بيته من شركة البناء واضطر انه يرجع يكسر كتير من الحيطان وارتفعت عليه التكلفة كرمالي حقق الرؤية والتصميم الديكوري اللي هو بيحبه طيب سمعتوا عن حدا تأخر كتير باستلام بيته بسبب عدم التنسيق لحتى ما يصير معكم هيك تعووا معي بهي الجولة بنبدأ مع العميل خطوة بخطوة من أول تحديد متطلباته في التصميم لاختيار طراز التصميم وطبعا بيكون فيه تنسيق مع شركة الانتيريور اللي بتشغل على الانتيريور ديزاين لحد تحديد ميزانية المشروع اللي هي بتكون هاجز كبير لأي حد في بداية مشروعه بنستمر في المشروع في مرحلة التنفيذ اللي بيكون دورنا خلالها هو الإشراف على التنفيذ للتأكد من تنفيذ التصميم اللي موجود على الورق على أرض الواقع وبنتأكد من تحقيق أعلى معايير الجودة مسؤوليتنا بألجادرا جروب مش بس تصميم داخلي وإنما خلق بيئة مناسبة لحتى نطبق نمط الحياة يلي عم بيدور عليها العميل وبيبدا مشوارنا مع العميل بعد ما يحكي لنا عن المتطلبات يلي هو بفضلات وهون بيبدا لبراينستورمينج عن تيم التصميم الاحترافي يلي دائما على اطلاع بآخر صيحات الديكور وآخر المواد المستقدمة لحتى يقدر يترجم مفردات العميل لرؤية ولتصميم واقع البيت هو عبارة عن شخصية الشخصية لها مظهر خارجي ولها مظهر داخلي المصمم الداخلي هو المسؤول المباشر عن المظهر الداخلي المصمم المعماري هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن تصميم المخطط حسب احتياجات صاحب المنزل الفكرة هي انه المتداولة انه بعض الزبائن بيفكر انه انا لازم اروح بس عن الاستشاري بعدين لما الاستشاري قلوه اه لازم هلا تختار انت المتيريال والفنشلز تبع البيت بيلاقي انه في عليه كوست جديد خلال خبرتنا بهالسنين اكتشفنا انه في كتير زباين كانوا اخدين مخططات ومشين عليها فجأة قال لا احنا بنعمل هذا الستايل هذا الستايل ما بيصير بهذا الفرق فضطرينا انه نكبر المساحة ضطرينا انه بعض المساحات ما بتلبق لهذا الستايل فكان في كتير امور ضطرينا انه نعدلها ولكن هذا التعديل شو سبب سبب تأخير بتسليم المشروع اثنين كوست زيادة على سبون ثلاثة الاستشاري واعادة ترتيب مخططات ولا يرجع يقدمها كمان للجهات المختصة سوء التنسيق بين المصمم المعماري وبين المصمم الداخلي هذا بايدك وانت لازم تتخذ الاجراء الصحيح انك تتواصل مع المصمم الداخلي عشان تتلافى مشاكل كبيرة جدا في المستقبل سواء المشاكل تصميمية سواء المشاكل في التنفيذ سواء تأخير المشروع سواء كلف اضافية نتيجة التعديلات اللي راح يعدلها المصمم الداخلي في حال انت رحت عليه في وقت متأخر هذا الشي اللي منقوم فيهم بالجهدرة بالتنسيق جدا عالي مع كل شركات الاستشارات الهندسية اللي احنا منتواصل معهم ونتعامل معهم على مستوى الامارات العربية فمثلا في الشارقة ونتعامل مع شركة العالمية واحد اهم الشركات الموجودة هناك والبروفايل تبعهم جدا قوي ليش؟ لنسهل عملية تنصيق المشروع من اول يوم سواء شو لزبون حابب الفينشز تكون كيف البيت ومنظره وهذا الشي لا شك انه عامل جدا مهم على طريقة وتخطيط البيت لذلك احنا نتعامل مع شركة القدرة لانه لمسنا فيهم الحرص على جميع النقاط اللي ذكرناها بالفيديو ولديهم فريق تصميم واشراف صراحة فريق قوي ودقيق في العمل سواء في التصميم واشراف طبعا انا راح اقولكم شغلة معرفتي في الاستاذ مهاب ايوب الرئيس لمجموعة القدرة والمهندس طارق سكيك معرفة سابقة قبل تأسيسهم للشركة وكانوا من الاشخاص الدقيقين والمتابعين اللي عملهم بشكل ممتاز جدا وانا اتشرف ان اتعامل معاهم دائما لانهم بالفعل يحققون كل الاشياء اللي ذكرناها من ناحية مصلحة التصميم من ناحية دقتهم من ناحية مراجعتهم للمخططات ومتابعتهم لتنفيذ بانفسهم لذاك ننصح اي شخص مقدم على البناء انه يتحرى المصمم المعماري الصحيح وشركة الديكور الداخلية اللي لديها الخبرة والتي تحرص على انه يطلع لك بيتك بشكل جميل سواء في مرحلة التصميم او مرحلة التنفيذ ختاما التنسيق المسبق بين شركة الاستشارات وشركة تصميم الديكور دائما هو كفيل بانه يرفع الكواليتي ويختصر زمن وماده